وضعت دول الخليج قوانين عدة لضبط عملية التبرع ومصير أموال التبرعات أشارت المادة 39 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية الصادر عام 2015 إلى أنه يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ويجوز لغيرها من الجمعيات بعد الحصول على الموافقات الرسمية وفي الإمارات حضرت المادة السابعة من قانون جمع التبرعات الصادر سنة 2011 جمع التبرعات أو السماح بجمعها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية وأكد قانون تنظيم الأعمال الخيرية في قطر لعام 2014 في مادته الرابعة على أنه لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من المجلس لغرض محدد ولفترة محدودة صدر القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في عمان عام 2000 ونصت المادة 42 منها على أنه لا يجوز لأي جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو أن ترسل إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن الوزير المختص ترجمة نانسي قنقر